في الوقت الحالي تعرض لبنان لواحدة من أسوأ الأزمات المالية في العصر الحديث فقد فقدت الليرة نحو 90% من قيمتها في العامين الماضيين مما دفع ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر إذا بتلاحظ معي هلأ بيديه دولي 10 مليون ليرة فمن قبل دولي كانوا يساوي 6500 دولار 6600 دولار فهلأ يدول كلهم مع بعضهم ما بيساوي هلأ 500 دولار إذا هلأ الدولار 21 ألف فبعض أقل من 500 دولار يعني عبتحكي ده أسمي عشرة أسمي بما يعد العشرة فما بيساوي شيء وفي رأي اللبنانيين أن الفارقة بين الأزمة الراهنة وغيرها من الأزمات السابقة بما في ذلك الحرب الأهلية من 75900 ألف إلى 90900 ألف هو أن الأزمة الحالية تشبه النفق المظلم بلا نقطة ضوء في نهايته وتسعى الحكومة التي تنتظرها انتخابات في مارس لتأمين خطة للتعافي مع صندوق النقد الدولي وضاعفت بدلات الانتقال بمقدار ثلاثة أمتال للموظفين لتخفيف بعض الآلان لكن معظم الرواتب لم يتم تعديلها بما في ذلك الحد الأدنى للأجور ترجمة نانسي قنقر